بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يجد أن رجلا قد يكون عابس الوجه يتأفف تبدو عليه حالة من عدم الارتياح والاستقرار قد يسأله أحد فيقول متأزم ماليا أي أنه مر بحالة من القحط والشدة أدت إلى أن يحال بينه وبين توفير متطلبات معيشية معينة وعشان يقول عنه مأزم معاه الأزمة في الإصطلاح هي حالة من الوصول إلى طريق مصدود في حل المشكلة أنه حاولنا بطرق عديدة لحل المشكلة ولكننا لم نصل إلى أو لم نفلح وننجح في هذه الحل فتسمى عندنا أزمة الأزمة تعريفها متعددة طبعا من منظور كل تخصص على حداء في الصحة بتقوله فلان بطلع الطبيب من الاستقبال بيقول شو مال المريض بنسأل عنه بيقول أنه في عنده أزمة قلبية شو يعني أزمة قلبية يعني القلب تمام والجسم أو القلب عفوا لم يستطع أن يفي بمتطلبات الجسم هذه عبارة عن قلة من الدم المتدفق لوصوله إلى الأعضاء فقد تؤدي إلى أزمة قلبية لأن القلب إشماله صار عنده قصور والقصور هذا كبير لدرجة أنه لم يفي بمتطلبات الجسم الأزمة من الناحية الاجتماعية هي عبارة عن تغير في العادات والسلوكيات بسبب أمور طارئة يعني توقف للأحداث المنظمة المتوقع والطراب للعادات والسلوكيات قد تؤدي إلى اختلال هذا التوازن في هذا المجتمع اسمعنا قبل فترة بأذكر على فضائية الجزيرة بيقول أحد اللي هو المواطنين السعوديين بيقول نحن في الخليج العربي نواجه أزمة اجتماعية والأزمة الاجتماعية كان يقصد فيها هنا أن عاداتنا وتقاليتنا والصفة التي اتصف بها المواطن السعودي والمواطن القطري والمواطن الذي يعيش في دول الخليج العربي بدأت تتغير بدأت عليها أمور طارئة لم يعني جميعنا أنكر ما قد جرى في السعودية في الفترة الأخيرة بما يتعارض مع الاسم الكبير لبلاد الحرمين نحو افتتاح بعض الأشياء لا أريد أن أتحدث بالتفصيل في هذا الأمر ولكن هذه بدأت تغير من الموروث والأعراف الموروث الثقافي والتعادات والتقاليد التي يتسم بها المجتمع الخليجي كمان قبل فترة كانوا بيحكوا الصهاينة في الأراضي المحتلة أنه إحنا أزمتنا اجتماعية من ناحية وكان الحوار بنحكى في موضوع الأفارقة في إسرائيل بيقول هذولة بدأوا يغيروا هويتنا تغيير الهوية الاجتماعية والصفة التي يتسم بها هذا المجتمع السياسيين لهم وجهة نظر تاني بيقولوا هي عبارة عن مشكلة تأخذ أبعاد النظام السياسي وتستدعي اتخاذ قرار لمواجهة وتحدي هذا التغيير يعني بنسمع على أو كنا بنشوف قبل فترة على هاشتاج موحد كله بيقول ارحل ارحل تمام؟ كان هذا الهاشتاج أخذ صدى كبير جدا وكان فيه كثير من المغردون ومن المغردين والمغردات تمام؟ وبدأ الإعلام يتحدث عنها هذه شكلت أو كانت فاتحة لأزمة سياسية أدت إلى عدم الاضطراب والاستقرار في مؤسسات الدولة الآن لو يم يكن تدخل في حل هاي المشكلة والاستجابة للمطالب ستجديد تنشال حركة البلد مثل ما بيقولوا الأزمة من ناحية الاقتصادية هي عبارة عن اقتطاع في مصار النمو الاقتصادي حتى انخفاض الانتاج أو عندما يكون النمو الفعلي هو أقل من النمو الاحتمالي ومن التعريفات أيضا أن الأزمة هي ضرف انتقال يتسم بعدم التوازن ويمثل نقطة التحول على ضوئها أو في ضوئها تحدد المؤسسة مستقبلها إما بانتكاسة أو برجعة وبقوة قبل فترة كان في وقت اجتداد أزمة الكهرباء في انقطاعها وعدم توفر المحروقات عملت وزارة الصحة مؤتمر صحفي في مستشفى الدور للأطفال وقالت أنه إحنا بسبب هاي الأزمة عدم تواعد انقطاع المستمر للكهرباء وعدم توفر المحروقات أنه إحنا سنغلق هاي المستشفى طبعا هذا عبارة عن تحول كبير ما بين مستشفى تشغيلي يستقبل الأطفال بكافة اللي هي المستويات المرضية الموجودة أو المستويات الصحية بتنوع الحالات المرضية بالأقسام المختلفة نحن سنصل إلى درجة من إغلاق هاي المستشفى بسبب عدم توفر اللي هي المواد التشغيلية لتشغيلها ككهرباء أو محروقات كأمور بديلة بالتعريف من ناحية الإدارة الصحية إنه هي عبارة عن فترة حرجة أو حالة غير مستقرة داخل المؤسسة يترتب عليها حدوث نتائج مؤثرات طوي في الأغلب على أحداث سريعة وقد تهدد أهداف وقيم المؤسسة اللي هي من أجلها وجدان عشان هيك تقولنا إنه صعب جدا لما طلعوا بمؤتمر صحفي إنه إحنا نسكر مستشفى الأطفال لكن هو لازم يسكر المستشفى إذا لم تتوافر عنده الإمكانيات لأنه مش معقول بدي يكون فيه طفل على جهاز تنفس اصطناع وتقطع الكهرب هيكون الهدف ابتبع له المؤسسة نفسه وهي المستشفى اللي وجد من أجله بطل ذا قيمة بسبب عدم توافر الإمكانيات لذلك طيب ما سبق يعني يوضح لنا مكونات وملامح هاي الأزمة هي عبارة عن إنه فيه خلل وتوتر في العلاقات داخل المؤسسة نفسه إحنا بحاجة إلى اتخاذ قرار بدنا أحكي في المثال بدنا نسكر المستشفى بدنا نسكر المستشفى هذا قرار صعب ولكنه يجب أن يتخذ شيء ولا إنه إحنا نظر مثل اليوم في عندنا أزمة كورونا الحكومة بتقول بدنا ناخد قرار إغلاق المساجد إغلاق المدارس والجامعات بدنا نعمل حضر تجوال الحين هذا قرار هو صعب ولكنه إحنا بحاجة إلى اتخاذه من وجهة نظر المسؤولين عشان هيك اتخاذ القرار مش شيء عشوائي هو له تبعات فيجب أن يكون بمستوى متخذ القرار بالإدارة العليا من ملامحها عدم القدرة على التنبؤ الدقيق بالأحداث القادمة ليش؟ دائماً بتكون سريعة جداً الأحداث في حال وجود الأزمات ويعني من أن نتذكر مش بعيدة عن الفترات اللي تعرض فيها طاغز بالحروب كل شوية كان في عنا حتى يعني صوت مختلف بنغمة مختلفة يعني نغمة عاجل كل شوية فيه جديد فيه إصابات فيه شهدة فيه ما أعرفش فيه قصف تمام؟ فيه حديث عن هدنا فيه عدم حديث عن هدنا اليوم في عنا صفحة 24 ساعة عمالي بتتحدث في رصد المرض عندنا قدش في عنا حالات قدش في عنا مؤكد قدش في عنا مشتبه قدش في حالات حرجة وكل شوية عمال لأنه احنا في عنا أزمة ما بيزن نفع فيها أنه نصبر هاي النتائق أو هاي اللي هي الأرقام فيما يتعلق برصد المرض نفس الشيء على مستوى اللي هو العالم طبعا هي نقطة التحول إلى الأسوأ أو الأفضل طب إحنا متفقلين على أنه أزمة وقد تؤدي إلى تهديد وجود وهوية المؤسس ويتعارض معها فممكن اللي هو المشروع بتبعنا ينتهي أصلا بسبب هاي الأزمة في المؤسس اللي احنا قائمين عليها طب هذا كأسوأ كيف أفضل يعني لو جبنا مثال في الحرب 2008-2009 أثناء العدوان الهامج الإسرائيلي على قطاع غزة بهذا بذلك الشكل المفاجئ اللي كثير مننا شهدوا وعاصروا وعايشوا وما في بيت فلسطيني إلا تأثر منه في قطاع غزة لكن هي كانت فيها نقطة التحول إيجابية بدأ العالم كله يتجه نحو هالبقعة الجغرافية 364 كم عمال ما زلنا بنتعرض لا اعتداء بهذه الهامجية وهذا الصورة فبدأ الإعلام يسلط على حالة غزة ووضع غزة ووضع المعيش والحصار وما إلى ذلك هذه تعتبر شغلة إيجابية في ظل المحنة اللي كانت موجودة الوقت يمثل طبعا قيمة حاسمة عشان هيك في الأوبئة التأخر اللي تأخرته إيطاليا في التدخل في اللي هو العزل الاجتماعي ونفس الشيء أمريكا اليوم أدى إلى التفشي وانتشار المرض بالأرقام اللي هي بدت تسبق العالم كانت إيطاليا اليوم صرت تسبق اللي هي أمريكا الوفيات عمالة بتتصاعد بشكل اللي هي كبير كانوا بيحكوا على خمسة عشر خمسة عشر مية متين اليوم بيحكوا على ألف ومية واربعة وستين وفاة في اللي هو أمريكا كان السبب فيها أنه الوقت لم يكون اللي هو التدخل فيه بشكل حاسم كما هو مطلوب طيب الأزمة إلها يعني منظور تاريخي ومرجعية تاريخية بدوا يحكوا فيها من زمان يعني بيقولوا أنه من الستينات بدأ ينحكى عنها وأول من حكى في ربطها في اللي هو الجانب الطبي حكوا فيها اليونانيين وقالوا الأزمة القلبية من وقتها بدوا يتحدثوا عنها أنه عبارة عن نقطة تحول وقالوا عنها كرينيو كرينيو أي نقطة تحول مرضية تهدد حياة المريض إلى الأسوأ أو إلى الفترة إلى الأفضل وهذا طبعا خلال فترة زمنية قصيرة جدا عشان هيك كتير بيقول لما بدخل واحد المستشفى ويمكن بنشوف بالتلفزيون وبنشوف بالأفلام بالدراما وكذا بيقول أنه هي 24 ساعة تحدد مستقبل هذا الشخص المريض إما إلى وفاء أو إما إلى اللي هو أنه بيعد منها حكينا قبل أنه في الأزمة الاقتصادية وضحنا تعريفها وهنا يعني فيه تعريف ثاني أو فيه مفهوم ثاني لما بده يحكي فيه عبارة عن خلل فادح في العلاقة بين العرض والطلب على اللي هي الخدمات يعني إحنا والسلع ورؤوس الأموال يعني لما بيكون فيه منتج والشركة عمال بتنزله على السوق وصار فيه إليه قبول وفيه توازن ما بين العرض والطلب تمام فيه حالة من الاستقرار لكن لما بيكون فيه عنده عرض كتير وفيه طلب قليل إذن بيكون فيه عندي إيش أزمة قد تؤدي لأزمة اقتصادية عزوف الناس عن هالمنتج الديمغرافيون طبعا بيحكوا يعني زي أزمة انفجار السكاني تزايد عدد السكان فيه رقعة جغرافية محددة زي مثلا قطاع غزة اليوم بيحكوا إحنا فيه عندنا مثلا حجم الأسرة الواحدة 5.6 فيه عندنا 2 مليون مواطن على 364 كيلومتر مستقب مجتمع هذا بيقولوا عنه هايلي فرطايل يعني خصوبته عالية بيجيبوش 2 و 3 و 4 بيجيبوه 5 و 6 و 7 و 8 و 9 وأكتر من هيك تمام هذا قديش مستقبل سعة الأرض جغرافيا لهذا التزايد اللي هو السكاني فالديمغرافيا لهم مصطلح بيسموا أزمة الانفجار السكاني صار واضح لنا أنه في عندنا يعني مفهوم الأزمة يختلف باختلاف من قام بتعريفه طيب الأزمة تختلف عن الكارثة وتختلف عن الصراع وتختلف عن النزاع وتختلف عن المشكلة هاي المفاهيم يمكن كثير من الناس تعتقد أنها واحدة ولكنها مختلفة أما الكارثة فهي عبارة عن حالة من الكارث الكارث هي عبارة عن غم أي اشتد عليه وبلغ منه المشقة الكارث هو الأمر المسبب للغم الشديد إذن هي عبارة عن حالة من الغم الشديد أو الاجتداد في المشقة على الإنسان فبيقول عنه إيش في حالة أو في كارثة تعرف على أن حدث مروع يصيب قطاع من المجتمع أو المجتمع بأكمله بمخاطر شديدة وخسائر مادية وبشرية بالعادة بتكون سريعة جدا بالعادة بتكون مفاجئة تمام الكارثة في الإصطلاح هي عبارة عن حدث يسبب دمار واسع ومعاناة عميقة وعبارة يعني بيقولوا عنه يعني باد لك سوء حد عظيم لمن تعرض لهذه الكارثة زي في حالات اللي هي الزلازل البراكين تمام الحرائق المفاجئة ولكنها تختلف طبعا عن الأزمة الأزمة هي أكثر شمولية أكثر شمولية من اللي هي الكارثة هناك يعني مجموعة من المفاهيم المختلفة ما بين الأزمة والكارثة يعني عنصر المفاجئة فيها بيكون عادة في الأزمة بتكون تصاعدية شو يعني تصاعدية يعني عنا مشكلة مشكلات لم يتم حلها المشكلات بنصل فيها إلى حالة بسموها وجود الأزمة لأنه عدة مشكلات لم يتم حلها بينما عنصر المفاجئة في الكارثة بيكون كبير جدا يعني لما بصير زلزال لما صار اللي هو فيضان تمام هاي ما فيها نوع من الإنذارات المبكرة اللي هي أخذت فترة من الزمن حتى يشعر فيها الإنسان ويمكن كلنا شفنا التسنامي الصور اللي كانت والفيديوهات اللي بتنتقل عن الحالة اللي كان موجود فيها المصطفين على البحر هناك فبشكل مفاجئ اطلع ولاقوها التسنامي بشكل مخيف ومروّع هناك كانت كارثة تمام في عنصر المقارنة المتعلق بالخسائر الخسائر في الأزمة معنوية وأكيد هيكون معاها بشرية ومادية لكن في الكارثة هي كليا هي عباة عن خسائر بشرية ومادية ويلحقها اللي هي خسائر معنوية أسباب الأزمة بالعادة الأزمة من الألف للياء هي إنسانية هي إيش إنسانية بينما الكارثة هي غالبا طبيعية زي ما حكينا البركين والزلازل والأعصير والسنامي وما إلى ذلك ولكن قد يكون منها من صنع الإنسان زي مثلا القنبل الذرية في في اليابان التنبؤ بوقوع الأزمة بيكون يعني في مجال في تنبؤ فيها ليش أنه في عندي مجموعة مثلا كلمات بتنشر هان تعليقات معينة بنسمع كلام بصير في نوع من الإرهاصات ولكنها بشكل يعني يسمح بمجال اللي هو التنبؤ بينما في الكارثة بالتأكيد ما فيش يعني على تقدم العلم لو كان لو كان إمكانية للتنبؤ لكان ما صار تسنامي أو ما اصطاف الناس هناك لأنه في عندكم مثلا يوم كذا كذا بتاريخ كذا بالساعة هاي هيكون في نوع من اللي هو التسنامي اللي قد يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وفادحة طيب في عنصر المقارنة المتعلق بالضغط على متخد القرار بيكون طبعا ضغط عالي الكارثة بيكون إنه متفاوت ليش متفاوت لأنه كل هيتنا في الهم سوا يعني المسؤول والمرؤوس بشكل مفاجئ صار في عليه اللي هو الحدث تمام المعونات والدعم بالعادة في موضوع الأزمات مش كتير بيكون واضح لكن في الكارثة بتسمعوا إنه جسر جوي يعني مجموعة من الطائرات حاملت من هالمساعدات وبدوا في عملية وتقديم الإغاثة والمساعدة وما إلى ذلك الأنظمة والتعليمات غالبا بتخص المؤسسة في حال وجود الأزمات داخلية أما في الكارثة بتكون إنه العالم كله بيتفق على أنظمة اللي هي وآليات اللي هي الحماية العامة الممكن تكون متعلقة في نوع الكارثة اللي موجود يعني في موضوع الإخلاء وكيفية الإخلاء والتعامل معها تمام المفهوم الثاني المتداخل ما بين الأزمة والصراع الصراع بيقولوا عبارة عن تصادم في إرادات والقوة معينة بهدف تحطيم واحد للتاني إما كلي أو جزئي في النهاية فيها نوع من السيطرة زي الصراع بيننا وبين اللي هم اليهود على اللي هو الأرض هم بيقولوا إحنا صحاب حق وإحنا بيقولوا إحنا صحاب حق في النهاية أنه في قوة في النهاية تغلب على هذا اللي هو القرار وعلى هذا الصراع الدائر ويحتم يحتم في التحكم بالسيطرة من أحد الطرفين حسب طبعا القوة على اللي هو سواء قانونية أو الميدانية أما لما بدي أتحدث على قوة قانونية بدي أقول فيها على النزاع عبارة عن تعارض في الحقوق القانونية كثير لما بيجي بنشر أي حدا مثلا بحث أو دراسة على في مجلة دولية بيقول أنه conflict of interest اللي هي تضارب المصالح يعني أنه هذا البحث أنت اشتغلته وكان معاك حدا ولا كنت لوحدك تمام ولا أنت سرقته أو اختلسته أو أخذته من أي مكان من المجلات اللي هي الناشرة دولية فهنا بيكون فيها نوع من اللي هو التعارض على الحقوق القانونية هي لا تعتبر أزمة مثل ما بيقولوا الصراع بيقولوا عبارة عن تضارب أو تضارب في المصالح والمبادئ والأفكار ما بين اللي هم الطرفين المتصارعين وقولنا أنه بيغلب فيها اللي هو حسب القوة ويتحكم في إدارة اللي هو الصراع من هو أقوى المفهوم الثالث في موضوع اللي هو الاختلاف عن الأزمة مفهوم المشكلة والمشكلة بيقولوا هي عبارة عن حالة نصل فيها إلى يعني شيء من عدم الاستقرار شيء غير مرغوب فيه شيء غير مقبول بيقولوا هي عبارة عن باعث شو يعني باعث رئيسي يسبب حالة من الحالات الغير مرغوب فيه شيء يعني خلينا أقول خطأ فيه شيء مش مرغوب فيه شيء مش مقبول تمام هذا يؤدي إلى اللي هو وجود مشكلة كتير بيقولوا من المشكلة ممكن التنبؤ فيها والأزمة ممكن ولكن بالعادة المشكلة إذا لم تحل تصل إلى أزمة المشكلة صارت أكثر من مشكلة يعني تفرعت بقطاعات أو بأمور أكثر حتى تؤدي إلى اللي هو أزمة يعني فيه عندي انقطاع على الطيار الكهربائي فيه عندي مشكلة فيه عندنا بطالة عند اللي هو المواطنين فيه عندي كتير من هالشباب خريجين وعمال قاعدين زي ما حكينا بطالة وضع اقتصادي وضع اجتماعي مترهل لكل الشباب عمال اللي بيكبروا بالسن ومش قادر لا يوفر شقة ولا يتزوج ولا يعمل هاي مشكلة وهاي مشكلة وهاي مشكلة إذا ما حلنا هاي المشكلات حنصل فيها إلى أزمة أزمة داخل اللي هو البلد ويمكن بنذكر اللي الحراك اللي كان قبل هيك اسمه حراك بدنا نعيش هو ما كانش لأنه حدا يعني حكا من منظور أنه يعني أنه ما فيش مشكلة عساس أن نحن بنشد ندخل في السياسة الصحيح لكن أنه في عندي عدة مشكلات في شباب خرجين قاعدين في عندي ناس كبار بتكبر بالسن وما فيش أفق للمستقبل بتبحهم ما فيش حلول عنده في عندي موظفين اللي هم عمره بياخدوا 40% ويزهقوا حالكم مش مكفية في عندي حالة من اللي هو عدم الاستقرار في اللي هو الحياة المعيشية في عندي إغلاق معابر هاي مشكلة وهاي مشكلة وهاي مشكلة كلهيتها بواعث سلبية تؤثر على اللي هو المواطن إذا لم يتم حلها سنصل فيها إلى وجود اللي هو أزمة مفهوم الأزمة عبارة عن موقف غامض بحاجة إلى تفسير أو حالة من عدم التوازن أو الاتساق بين ما تم وما بين يجب أن يتم عبارة عن انحراف في الأداء المخطط له وما هو جرى بالفعل أو حدث بالفعل هاي طبعا الاختلاف في الثلاث مصطلحات ما بين أو أربع مصطلحات الكارثة والنزاع والصراع والكارثة والنزاع والصراع والمشكلة في اختلافاتها عن مفهوم الأزمة خصائص وسمات الأزمة أول شغلة اللي هو المفاجأة العنيفة والشديدة لدرجة أن يعني بتكون كتير بتشد الانتباه للأفراد والمجتمع ويمكن أبلغ مثال اللي كنا ذكرنا في بداية المحاضرة أو في بداية هذا اللقاء حين تحدثنا أنه المؤتمر الصحفي لغزارة الصحة نحو إغلاق مستشفى الضر للأطفال بسبب عدم توفر اللي هي ما يمكن أن يشغلوا به المستشفى من محروقات بسبب الانقطاع التيار الكهربائي ولما تيجي تقول أسكر مستشفى بقدم خدمة دائمة على مدار 24 ساعة شغلة أكيد ملفتة للانتباه عشان هيك بعد هالمحنة اللي صارت في المؤتمر ونحن هنسكر المستشفى كثير من المؤسسات المانحة توجهت لوزارة الصحة وقدمت اللي هي بدائل زي الطاقة البديلة وطاقة شمسية ووفروا اللي هو سولار ومحروقات اللي هو التعقيد والتشابك والتداخل في عناصر وعوامل وأسباب الأزمة يعني لما نيجي نحكي على كورونا اليوم وإعلان حالة الطوارئ تشوف قديش في عندنا عناصر متداخلة في هذا الأمر يعني عمالة ما فيش فيش نسب تشتغل يعني مدارس يعني جامعات يعني مساجد يعني أسواق يعني صالات يعني بيوت عزاء تمام هاي كلهيتها تعتبر مجموعة من العوامل وعناصر اللي هي بتعقد الأمور وفيها نوع من التداخل ولكن نلزم فيها لأنه مفهوم المصلحة شو مالها مصلحة اللي هي عامة تمام عدم التأكد وعدم توفر المعلومات مما يسبب الأخطاء في اتخاذ القرار حالة طبيعية طبعا في حال وجود الأزمات هللاقي فيه عنا اللي هو حالة من التخبط وحالة من التسرع وعدم اللي هو الاستقرار على أخذ قرار مناسب وبالتأكيد يعني لما بيكون فيه عنا مشكلة فيه أزمة مش زي ما بيكون فيه عنا حالة من الاستقرار وفيها اللي هو إنسابية أفكار وفيه تجمع للأفكار وفيه مشاورة وفيه زي حالة من القلق الترقب الخوف القلق هاي شغلات بالأمر الطبيعي إنه لو حتى ما حس فيها الإنسان في ظل وجود أزمة بتكون يعني تتنافى مع ما جبل عليه الإنسان مجموعة بيكون فيه مجموعة من الضغوط المادية والنفسية والاجتماعية في مجملها تعتبر ضغط على هذا الجهاز أو هذا المؤسس يعني لما نجي نسمع والله إنه مواطنة في مستشفى X في حالة ولاده قيصرية توفت تمام تعتبر بالنسبة للمجتمع أزمة لأنه بيعتبر إنه شغلات بسيطة قصة اللي هي عملية اللي هو القيصرية لكن كثير ما صلت الضوء من الإعلام طبعا وهانا بنحكي فيه على يعني نوع من الانتقاد قد يكون فيه نوع من الانتقاد الإيجابي أو ممكن يكون فيه نوع من الانتقاد السلبي فبيجي دور الإعلام والتحدث فيه وأنه طاقمنا أو جهازنا الإداري أو جهازنا الطبي عفوا مؤسسسات أو مؤسسساتنا أو إمكانيات أو كذا هل تعتبر من ضمن اللي هي الضغوط اللي تشكل على اللي هو متخذ القرار يمكن يعني نجيب المثال في حريق النصيرات الأخير خليني أقول الأزمة الكبيرة أو الكارثة حتى إنجاز لنا وصفها يعني واضح أنه كان فيه ضغط كتير مجتمعي وفيه الكل نفسيا تأثر وصار فيه يعني ضغط على اللي هو متخذ القرار فاضطر أنه يقال فيها رئيس بلدية أو بلدية بطواقمها بالمجلسها كامل لمثال أو كان فيه إقالة للدفاع المدني وبعض أشخاص منه والمسؤولين ويحال وللجنة التحقيق هاي الدغوط نفسها من أبرز سمات اللي هو الأزمة النقطة الأخيرة طبعا ظهور قوة معارضة ومؤيدة وأصحاب مصالح وهدول بدورهم طبعا يعني بزيدوا من حجم الأزمة وتداعياتها وخلينا أقول هدول يعني الناس اللي بتحاول تستفيد هم أصحاب مصالح كتير منهم يعني إعلاميا ومنهم بشتغل بالخفاء زي ما يسمى بالمؤسسات أو المؤسسة العميقة يظهر يعني شيء ويبطن آخر ويتعامل بأشياء غير معلنة وواضحة وبالخفاء بيكون هو معول هدم للمؤسسة نفسها أبعاد الأزمة طبعا بالعادة يعني في حاجة اسمها 5Ws هاي يعني الـ 5Ws اللي هي هو يعني مين وين متى ووير أين وهاو واند وغي اللي هم كيف وليش هاي طبعا الـ 5Ws أو الخمس أسئلة هدولا هي بتحد تعطيني صورة وصفية في الضبليوز الثلاثة اللي هم أين ومتى ومين بتعطيني صورة وصفية عن الحدث أما الصورة التحليلية من خلال واي عشان هيك ابتوع اللي هم الوبائيات لما برصدوا الأمراض المعدية بحاول يربطوها بفترة من الزمن يعني ممكن تكون في عندي زيادة مثلا لحالات اللي هم التهاب الجهاز التنفسي تمام الزيادة هادي لو جينا نرسم على منحنة بنلاقيها زيادة كبيرة في فترة موسمية يعني بالشي تبزيد كتير طب هل انه الزيادة هادي موسمية ولا احكي عنها وباء عشان هيك البعد الزمني يؤخذ بأهمية في اللي هو تحليل موضوع الأزمة البعد التاني اللي هو البعد الموضوعي أو ما يسمى بالتحليل الموضوعي يعني احنا يعني البعد الموضوعي الأزمة هي سياسية ولا اقتصادية ولا اجتماعية ولا صحية ولا اعلامية ولا هي كوكتيل يعني بتجمع أكتر من شغلة وأكتر من بعد أو أكتر عفوا من اللي هو مجال من هالمجالات عشان هيك لما بنجي نعمل تحليل للأزمة بدها بتدرس يعني اليوم موضوع كورونا ظاهرها صحي وهي صحية ولكنها اجتماعية إحنا يعني عاداتنا وتقاليدنا وتقاليدنا الاتصال المجتمعي موضوع اللي هو في مشاركة الناس في أفراحها وأطراحها اليوم هذا عمال بدت تنتهي سياسية برضو لها في الجانب السياسي اليوم مش دور ابتبع اللي هو أو الناطق باسم اللي هو الحكومة يحكي على شغلات اللي هي علاقة بالأرقام الصحة وبالتقرير الصحية لكن في حالة الوباء الخطير هو مسألة سياسية قرار اتخاذ الطوارئ تمام وإعلان حالة الطوارئ هو قرار سياسي تمام إذن هي أثرت كمان هي أزمة كورونا أزرت من ناحية الاقتصادية اليوم بنحكي على مجتمع ناس ابتقتات بشغل اليوم تمام اللي بالعمال اليومية يعني عمال أثرت عليهم من ناحية اقتصادية وأي شيء ممكن يكون من التداعيات الأكثر ستؤثر على الناس اقتصادية من ناحية الإعلامية اليوم الإعلام تقريبا يعني بدش أحدد نسبة وأقول 90% وفوق ولا أكتر ولا أقل ترك كل حاجة وبدأ يحكي على اللي هو موضوع كورونا طيب من الأبعاد الأخرى البعد التأثير شو المقصود بالبعد التأثيري اللي هي الآثار الأزمة بشكل مباشر على المؤسسة نفسها على الأفراد الموجودين فيها على الإدارة على المجتمع ككل لما نيجي نحكي على موضوعنا كمشكلة صحية الأزمة أو أزمة كورونا أو جائحة كورونا تمام بنحكي فيها على يعني هل هاي هاي الفيروس بأثر على مين من المجتمع بأثر على النساء على الرجال على كبار السن على صغار السن على كافة أفراد المجتمع هاي من ضمن اللي هي الأبعاد اللي تأخذ في تحليل الوضع الخاص في الأزمة نفسها من الأبعاد أيضا اللي هي البعد المكاني البعد المكاني وهذا مهم جدا في تحديد بؤرة وجود المشكلة من أين بدأت الأزمة لما نيجي نحكي مثلا على اللي هو مشكلة اليوم كورونا يعني بدأت في الصين وفي مقاطعة أوهان تمام هاي مكان من سيقول ضمن اللي هو التحليل المكاني أو البعد المكاني أين بدأت اللي هي المشكلة مركز نشوء المشكلة طيب طيب هاي المشكلة اللي موجودة أو هاي اللي هي المسبب للأزمة نفسه أو بؤرة وجود الأزمة هل هو ما زال في رقعة محددة ولا انتشر يعني اتسع يعني أثر على مناطق اللي هي أخرى وهذا طبعا بفيد في حاجة اسمها لما نيجي نحكي على الأمراض الوبائية والانتشار في الجي اي اس اللي هو جيوغرافي كانفرميشن سيستم عبارة عن اللي هو يعني نظام المعلومات الجيوغرافي اللي ممكن نوزع فيه اللي هم الحالات المنتشرة في اللي هم في المشكلة الصحية يعني لو جينا على كورونا دوت بي اس اللي هو موقع وزارة الصحة الفلسطيني اللي عمال بيراجع أو بعملنا تحديث أول بأول بتلاقي ربطين خريطة وحطينا على الخريطة عدة ألوان إشي اللي علاقة بالحالات المؤكدة الحالات المشتبهة الحالات التي توفعت وحالات كذا فهذا عبارة عن بيعطيني بعد مكان كتير بنهتم في موضوع اللي هو البعد المكان كمان من الأمثلة في الموضوع زي الخارطة اللي رسمها جون سنو في إنجلترا لما كانوا بسجقوا حالات الكوليرا اللي يعتبر هو يعني أبو الوبائيات في أنه استطاع كان في عندهم حالات كتير بتنتشر من حالات كوليرا بتتشابه كلها بالأعراض يعني صار ضغط كتير على النظام الصحي مش قادرين يستوعبوا الحالات وفيات كتير أمراض كتير أو حالات مراضة كتير فجون سنو راعم الخريطة ولما عزلوا الفيروس وحددوا نوع الميكروب قال إذن هذا بينتقل عن طريق اللي هو الماء الملوث فاستطاع من خلال اللي هو البلدية اللي موجودة يحدد فيها أبار المياه وأخذها الخريطة وأسقط عليه اللي هو كل بئر من الأبار اللي موجودة عدد الحالات العمالة بتتسجل من وين انت ساكن صار بياخد فيها اللي هو البعد المكاني فحد ما حدد بؤرة انتشار الميكروب واستطاع السيطرة على هذا الوباء من الأبعاد البعد اللي هو البشري وهذا طبعا من خلاله يتم تحديد اللي هم العنصر البشري مواصفاتهم اللي هم ممكن يكونوا تأثروا أكثر شيء فيما يتعلق بوجود اللي هو أزمة البعد المؤسساتي ومقصود فيه طبعا هاي المؤسسات اللي هي راح تساعد النظام الصحي عشان احنا بنحكي على أزمات صحية راح تساعد مع النظام الصحي في تطبيق سياساته وبرتوكولاته والإجراءات اللي هي المتعلقة في التعامل مع اللي هي الأزمة نفسها تمام يعني لما نيجي نحكي على النظام الصحي بنحكي على مكونات اللي هم وضارة الصحة الفلسطينية وبنحكي على الأونروا وبنحكي على الخدمات الطبية العسكرية وبنحكي على القطاع الخاص واللي هو المؤسسات الدولية اللي هي تعتبر من بتقدم خدمات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على اختلاف مستوياتها وأنواعها دول يعتبروا من ضمن ما يسمى بالبعد اللي هم المؤسسي البعد المحيطي أو البعد البيئي طبعا هو مقصود في التعرف على الظروف المحيطة للأزمة اللي بتدخل في أسباب النشو يعني لو جينا حكينا على كورونا بنيجي نقول برضو على مين بنحكي على اللي هم الجيران الجيران يعني الأرض المحتلة أو بنحكي على اللي هم مصر تمام أو بنحكي على الجار الأبعد من أي أو يعني الوافد اللي ممكن يكون من أي دولة من الدول وعما اللي بيدخل غزة هذا بسموه بعد محيطي يعني احنا من وين حيجينا هالوباء وهالمشكلة اللي هي ممكن تكون موجودة هذا بسموه بعد محيطي أو بيئي فهذا بقيله طبعا دور في وجود الأزمة وانتشارها ونشوءها وإمكانية اللي هو وضع الحلول لإلها طيب نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء بنكون في أنهينا الفصل الأول وإن شاء الله في لقاء ثاني سنتحدث فيه على أسباب الأزمة أنواعها تطور حدوثها وفوائدها غريب فيه فوائد للأزمة راح بنشوف أنه خلال المحاضرة أنه هل فيه فوائد ولا ما فيش ترجمة نانسي قنقر